شوف اول مرة شركة من الشركات تسويها بجهاز شنوه اول مرة شركة بوكو اللي تابع شركة شاومي تنزل جهاز متوسط بتسعين فريم بلعبة بوب جي شلون سلام عليكم شباب ياكم مرتض جليحاوي بوكو من اعلنت عن جهازين بوكو افايف والافايفو برو انا كنت مستغرب انه هذا الجهاز منه راح ينجح به نكثر لكن من لاحظت انه المواصفات والشعبين اللي صارت على الافايف بحيث انه الناس اكثريتها سيلوني انه شوق تجيبه وسوى عليه مراجعة وهل فعلا يدعم التسعين فريم ترى بالمناسبة هذا الافايف مو اكس فايف فانت خليه في بالك هو ينزلني بالتعليقات يقولي والله شغل اربعين شغل ستين لا عمي هذا شغل تسعين بدون اي برامج وبدون اي ملفات يمكن هو يميهتم للبوب جي خلينا ندخل بالتفاصيل جهاز واحد من الاجهزة المتوسطة لدى شركة بوكو اللي انا يشوف انتقالة جدا قوية بالاجهزة شلون اذا يجينا لفتصميم واحد من التصاميم اللي جميلة تمتلكها شركة بوكو شلون الثلاثة عدسات الموجودة بالظهر والظهر هنا لامع ليلم بصنات في شكل مطبيعي مع خفة الاطار الاطار جدا نحيف سلم وحتى بالاسفل اذا ثبتت الجهاز ممكن رح يثبت عليه السطح المستوي السماعتين الاستيريو اللي تطيق صوت استيريو سبيكر بالاعلى والاسفل اللي طيقته درجة نقاوة صوت جدا حلوة معها اليو اس بي تايب سي اسفل الجهاز هذا الجهاز بالنسبة لهذا اللون يمكن انت ما يعجبك لكن اكل لون كلش حلو بهذا الجهاز يعني لو تستخدمه ممكن يغير نظريتك بالنسبة لكي شكل الجهاز يودة التصنيع كلش حلو مع ما جهاز مصنوع من البلاستيك اما بالنسبة لشاشة الشاشة حقيقة حوافها جدا صغيرة وشركة بوكو معتنية بهذا الامور يعني مقللة لك الحواف من الجوانب من الاعلى ومن الاسفل تطيق اريحية باستخدام الجهاز هذا الجهاز يذكرني بالريدمي نوت 12 برو بلاس بالحواف الصغيرة الموجودة بي اذا انجينا للشاشة هذا الجهاز بما انه حوافها جدا صغيرة رح تطيق مدعة المشاهدة واللعب الالعاب وهو اشياء رح تستخدمها بالنسبة لهذا الجهاز فالشي جدا جميل شلو هذا الجهاز يجينا بشاشة مقاس 2667 رح تكون فول HD بلاس من نوع اموليد وهنا الشاشة رح تكون 68 بليون كولر فالشي جدا ممتاز هذا الجهاز رح يكون بتقنية الـ HDR10 وهذا تطيق نقاوة بالالوان فالشي جدا حلو رح تطيق تفاصيل بالفيديو اللي رح تشوفه خاصة اذا تشوف فيديوهات بدقة عالية هذا الجهاز رح يكون بعدد شمعات من 500 الى 1000 نت وهذا تسارع الشركات على عدد الشمعات اللي الكثرتها بالشاشة تطيق دقة ووضوح جدا حلوة بالشاشة وهذا الشي جدا ممتاز ومطلوب من هواي شركات مع الـ 120 هيرز معدل تعدية الشاشة اللي رح يكون عندك السرعة باستخدام البرامج والايقونات وكل الاشياء التي استخدمها بالشاشة رح تكون جدا سريعة هذا الجهاز يكون بعدد بيكسلات 395 بيكسل بالانش الواحد ولحد الان الى امانة ما عانيت بنسبة الاضاءة من اشتغل بالجهاز او استخدام الجهاز خارج البيت فهي الاجهزة المتوسطة انا شوفها جاي تقترب من الفلاك شب بزيادة المواصفة عليها مع ما انه الاسعار نوعا ما بدت ترتفع لكن نوعا ما الاجهزة المتوسطة بدت تاخذ او تقتنيه في مواصفات الفلاك شب هاي الشاشة رح تكون مغطة بطبقة من نوع كورينج قوريلا قلاس 5 اللي يتحافظ على الشاشة من الكسر حتى لو كان بسيط مع هذا انه هذا الجهاز رح يكون مقام لردائد الماء اللي هو اي بي 53 اي الميزان اللي يشوفها حلوة لكن يراد انه افضل على هذا الجهاز اللي معالجه مو قليل ويشغل 90 فرايم ممكن هوا يقتنونه على ميزات فاخرة بهذه الجهاز جينا للنظام هذا الجهاز يجينا نظام الاندرويد 13 امايو اي اللي هي خاصة ببوكو لكن هي ما بها اختلاف كبير او جذري بينها وبين الردمي والشاومي هي تقريبا نفسها البوكو تابعة لشاومي فالواجهة نفسها الواجهة سريعة سلسة الشركة بدت تعمل بواجهة شاومي انا بالنسبة لي انطي لثبات شاومي حاليا يعبر الـ 80% بهوائي فارق عن قبل بهوائي فارق عن الاجهزة السابقة شركة شاومي بدت تحسن او تشتغل على النظام بشكل ممتاز انطي تقدم واضح بالنظام والواجهة والسرعة والسلاسة والاخطاء اللي كانت تكون بالبرامج بالنسبة للجهاز يعني هذا الجهاز بدت المشاكل تنخبض بشكل كبير بالنسبة للاجهزة السابقة والاسنين السابقة مع انه هذا الجهاز يجيب معالج جدا قوي بالنسبة المتوسط من اسناب دراغون السفن بلاس جين 2 اللي راح يكون معلية الـ 4 نانو وهذا المعالج انطا اهمية للجهاز بحيث يشغل 90 فرام بلعبة بوب جي مع انه الادرين هو الـ 725 طبعا مو اقوى معالج الرسوم لكن هذا الجهاز واحد من الاجهزة اللي تنطيع الميزة هو كان اتفاق قوي مبرمجي لعبة بوب جي فانطاني عدد الفرامات جدا قوي بهذا الجهاز جينا للذاكرة هذا الجهاز يجيب ذاكرة 256 برام 8 جيجا ممكن اكون رام يجيك 12 جيجا ستاندر بس اللي عندي 8 جيجا مع انه تقدر اضيف رام ستاندر من داخل الجهاز باخذ الذاكرة الداخلية نوع الذاكرة الموجودة UFS 3.1 واحدة من الاشياء اللي حلوة سرعة البيانات سرعة نقل البيانات راح تكون بها جدا سريعة مع القراءة والكتابة تكون ممتازة هذا الجهاز يجيب ثلاثة عدسات من الخلف الـ 64 وثمانية وثمين وتصورك 4K الكاميرات هنا عندك مثبت بصري هنا الموجود الـ OIS نعم هنا بالفيديو لاحظت انه اكو تثبيت بالفيديو بالنسبة للجهاز والفيديو التثبيت واضح بالنسبة للجهاز اما بالنسبة لكاميرات اشلول راح تكون هذا الجهاز اري ما اتوقع شركة باعتنية بكاميرات اكثر ما معتنية بغير اشياء يعني قدم لك تصميم حلو شاشة حلوة قدم لك 90 فرمب ومعانج قوي لكن مو افضل شي بالنسبة للكاميرا يعني لو تجي لها جهاز متوسط غيره لبروبلس من نفس الشركة راح تجي لكاميرا تتفوق بالنسبة لهذا الجهاز الصورة حلوة الفيديو حلو الدقة الموجودة بالصور جدا ممتازة نعم انه ما راح تكون افضل شي ولا راح تكون احسن جهاز بالكاميرا ممكن بعض البياض ممكن بعض الاخطاء اللي تطلع بالصورة لكن مو كل الصور بعض الصور اذا اخذت المواضع الجميلة بالجهاز بالكاميرا راح تاخذ تطيق نتات جدا حلوة بالنسبة للكاميرا كاميرا الامامية راح تكون 17 ميدي بيكسل وراح تصور لك فول اي جي ما راح تصور لك فور كي هذا الجهاز واحد من الاجهزة اللي يعتبر بالنسبة للكاميرا راح تكون متوسطة ومو اقوى كاميرا موجودة من الشركة شاومي هذا الجهاز يجي بطارية 5000 ملي امبير ويدعم الشحن السريع 67 واط اذا تستعرف البطارية بالنسبة لهذا الجهاز انا شفت الصرف الشحن جدا قليل بالنسبة لهذا الجهاز ما شفت صرف شحن كبير وصلني الى خمس ساعات استخدام مستمر انا اذا اولئت تتحدث عن اللعبة هذا الجهاز ما يعبر كثلس ساعات اذا تلعب فقط العاب بالنسبة لجهاز اللي هنا يختلف الموضوع لان طاقة البطارية او طاقة النظام هو طاقة الجهاز في لها تستنزف بلعبة بوب جي او غير العاب فكون الناس صرف الشحن يكون اكبر بالنسبة للاستخدام الاعتيادي اما بالنسبة للاستخدام المتوسط راح يعبرك هذا الى يوم كامل ممكن 12 الى 17 او 18 ساعة يالله تحتاج تشحن الجهاز هذا الجهاز قد يشحن لك راي يشحن لك اقل من ساعة ويقارب الاربعين او 45 دقيقة لان 67 واط كل تقريبا اكثر مستخدمين شاومي عدهم 67 ستندر موجودة فشحينة كلش حلو وسريع وما راح ما اتوقع توصل الى الصفر على متشحنة يالله يواصلك مية بالمية انا اشوف بالنسبة لي كنت تريد العاب او تريد اجهزة بتقنيات حلوة هذا واحد من افضل الاجهزة المتوسطة من افضل الاجهزة نعم اكونوا ناخسين لكن هذا الجهاز المتوسط يشيقلك 90 فرايم اكو 90 فرايم بنفس السعر ممكن معالج اقوى لكن كحديث دعمت الشركة بمعالج جديد شاشة احلى كاميرا نوعا ما جيدة ستيريو سبيكر بالسماعات نعم هذا يقدم لك اشياء جدا ممتازة مع السعر اللي تدفع بيش قد سعرها سعر 350 دولار قريب 514 او 513 الف اراقب نهاية الفيديو انا اشوف واحد من الاجهزة اللي يطيك تجربة حلوة بالنسبة للالعاب اللي اضافتها شركة شومي على الاجهزة المتوسطة انا اشوفها اول مرة شركة قدم 90 فرايم بجهاز متوسط نهاية الفيديو لا تنسي الاعجاب والاشتراك بالقناة تحياتكم